نبدأ من تبعات الضربة الأمريكية التي استهدفت ميليشيا الحشد الشعبي فقد أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتل الغارات الجوية الأمريكية قرب الحدود العراقية السورية إلى تسعة من الحشد وأوضح المرصد بأن ارتفاع العدد جاء بعد وفاة عدد من الجرحة عقب استهداف مواقعهم بريف البوكمال شرقي الفرات بالقرب من الحدود مع العراق في هذه الأثناء كشفت مصادر سورية عن تنفيذ الميليشيات الموالية لإيران إعادة انتشار في محافظة دير الزور شرقية البلاد وخصوصا في المناطق الواقعة بين مدينتي الميادين والبوكمال يأتي ذلك وسط استنفار كبير لتلك الميليشيات في المنطقة تخوفا من ضربات أمريكية جديدة ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي يبدو بأن تبعات الضربات الجوية الأمريكية على الحدود العراقية السورية تتصاعد ما الجديد اليوم بشأن المواقف العراقية يعني فضيلة يمكن القول بأن المواقف العراقية كانت واضحة جميعها كانت مستنكرة في أغلبها كانت مستنكرة لهذا الهجوم الحكومة العراقية اعتبرت الضربة الأمريكية انتهاكا للسيادة العراقية كان اليوم واضح الغضب الكبير خلال تشييع جثامين قتلى هذا الهجوم من أعناصر الحجر الشعبي في وسط بغداد المشيعون كانوا يطالبون بأن يكون هناك ردا على هذا الهجوم وبالتالي أيضا كان هناك شعور بالغضب من قبل المشيعين الذين انتهت مراسم التشييع من دون أن يكون هناك احتكاك مع القوات الأمنية أو محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء كما حصل في مناسبات سابقة ولكن الجميع هنا يترقب وينتظر ما الذي ستأول إليه الأمور العديد من الشخصيات السياسية من قادة الصف الشيعي الأول نصحوا الفصائل المسلحة بعدم الرد على هذا الهجوم لأن الرد قد يقود الساحة العراقية إلى فوضى عارمة وكبيرة فضيلة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن واشنطن في حال تعرضها لرد من قبل الفصائل المسلحة سوف تقوم بمهاجمة هذه الفصائل وبالتالي يقع الصدام المباشر الذي لا يحمد عقباه شكرا حيدر الأسدي في بغداد